تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حرب السلع والبيع بأسعار أزيدة من السعر الرسمي وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 354 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبطات بلغت 80 طن وفي مجال الاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط سبعة أطنان وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيدة من السعر الرسمي فتم ضبط 35 طن أما في مجالي حجب مواد البناء والبيع بأزيدة من السعر الرسمي لمواد البناء فتم ضبط 38 طن أسمنت وفي مجالي قضايا المخابز فتم ضبط 627 قضية من بينها 72 قضية خبز ناقص الوزن و93 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجالي ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير فتم ضبط 10 قضايا بمضبطات بلغت 41 طن اشتركوا في القناة